السلام عليكم أهلا بكم في أكاديمية الرازي وإياكم دكتورة دانيا هذه المحاضرة هي المحاضرة Lecture 3 من مادة Dental Anatomy بهذا Lecture بهذه المحاضرة رح نحتي عن Anatomical Landmarks بعض العلامات التشريحية الخاصة بالأسنان المهمة In order to study an individual tooth intelligently we must be able to recognize all landmarks of importance by name these include أنا حتى أدرس كل السن على حدة لازم أتعلم تضاريس كل سن وأدرسها وأفهمها وأحفظ تعريفها أول لازمارك حناخده هو كسب شنو هو الكسب It is an elevation or mound on the crown portion of a tooth making up a divisional part of the occlusal surface باختصار باختصار هو شنو هو ارتفاع أو تلة موجودة في منطقة بمنطقة الكراون فقط بالكراون تحديدا على الأو أقلوزل سيرفس منو هو الأو أقلوزل سيرفس مثلا هنا أنا عندي بهذه الصورة posterior tooth اللي هو منو اللي هو الأور first molar إذا نجي نباوع على الأو أقلوزل سيرفس راح ألاحظ التالي راح ألاحظ عندي كسب شنو الكسب مثل الارتفاعات تشبه التلة تشبه التلة بارزة بروز كبيرة على سطح الأو أقلوزل سيرفس كل واحدة من هذه راح نطلق عليها باسم كسب كل واحدة من هذه التضاريس اللي تشبه التلة راح نطلق عليها اسم كسب كسب ثاني لاندمارك عندي هو the tubercle the tubercle شنو هو التubercle it is a smaller elevation اهنانا داي قارن لي ما بين التيوبركل والكسب بما انه اثناناتهم elevation يعني ارتفاع بما انه اثناناتهم ارتفاع فديقول انه التيوبركل is smaller in size هو تلة او ارتفاع ولكنه اصغر حجما من الكسب والموجود on some portion of the crown produced by an extra formation of animal ايضا موجود مثل الكسب كذلك نقدر نشوف ب منطقة الكراون نتيجة تكون extra formation of animal زيادة في طبقة المينة تكون نتيجة زيادة في طبقة المينة these are deviation from the typical form يعني ممكن يجي السؤال true or false هل التيوبركل is a typical form is a typical landmark الجواب خطأ تيوبركل يعتبر atypical a typical ليش يعتبر atypical لأنه هو deviation from the normal يعني شنو يعني اغلبية البشر عدهم landmarks تكون typical مثلا راح ناخد landmark اسمه singular هسا راح نشرح singlam هذا singlam موجود بأغلبية البشر بالانتيريار teeth بالlingual surface ولكن بعض البشر يكون عدهم انحراف عن الطبيعة فيكون عدهم landmarks مختلف ببدال singlam اسمه the tubercle the tubercle نقدر نشوفه بهذه الصورة يكون على شكل ممكن يكون على شكل بهذه الطريقة بهذه الطريقة اوكي زيادة في كمية ال enamel نقدر نشوفه بالlingual surface of anterior teeth بينما the singlam اللي قلنا عليه هو typical form latin word for girdle for girdle ويعني انه singlam هي كلمة latinية تعني بالانجليز girdle girdle معنات حزام 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 حلقة حزام أو حلقة وين راح نشوف هذا singulum حزام it is the lingual lobe lobe يعني fuss يعني هو fuss يوجد على lingual surface of anterior tooth it makes up the bulk of the cervical third هذا هو location هذا هو الموقع مال السингulum وين نشوف نشوف بي عندما انطقت الصور vay third of the lingual surface تذكرون من قسمنا lingual surface إلى three thirds from the landmark of singulum يوجد عند منطقة الصور vay third هذا هو الصور vay third هذا هو الصور vay third هذا هو cervical third واللي يقع عنده the landmark of singulum singulum فإذا إجاب الامتحان سؤال شنو هو location of singulum جواب راح يكون ب the cervical third on the lingual surface of anterior teeth إن كامل Its convexity mesiodistally resembles a girdle encircling the lingual surface at the cervical third مثل ما قلنا قبل شوية إنه the singulum يعني girdle وال girdle يعني حزام فبسبب convexity convexity يعني التحدب بسبب التحدب مال singulum mesiodistally mesiodistally ولهذا يمثلي أو يشبه الحزام أو يشبه الحلقة التي تحيط بمنطقة اللingual surface عند cervical third عند cervical third أو كي؟ نيجي على the landmark number four the ridge كلمة ridge in in english it means نتوء مثلا نتوء جبلي سلسلة جبال بروز ارتفاع هي نفس الشيء نجي نعرف شنوى الرج كالاند مارك هو linear elevation نفس فكرة من قلنا رج بالانجليزي تعني سلسلة جبال فهي نفس الفكرة رج يعني linear elevation ارتفاع خط on the surface of a tooth and is named according to its location نقدر نشوفها على سطح السن اما تسميتها اكيد عندنا هواية انواع من الرجز حنسميها حسب الموقع اكو buckle ridge اذا كان موجود بالbuckle surface عندنا incisal ridge اذا موجود بمنطقة incisal third ان المارجينال ridge اذا كان موجود عند المارجين الميجيال والدستل نجي على اول نوع من الرجز واللي هي المارجينال رجز من اسمها مارجينال مارجين يعني حفة يعني هي ridge يعني هي linear elevation موجود عند الحفة these are rounded borders يعني حواف مدورة of the enumal that form the mesial and distal margin تشكل لي الحفة اللي تقع بال mesial وكذلك في distal of the occlusal surface وين موجودة بال occlusal surface مال posterior teeth اللي هم premolars وال molars وكذلك يقدر يشوفها بال mesial وال distal margin مال lingual surface of anterior teeth اللي هم ال incisors وال canines نجي نشوفهم بالصورة هذي بالنسبة الصورة الأولى فهذا posterior tooth اللي هو molar وين راح أشوف المarginal red راح أشوف ها قلنا وين بال mesial margin وب distal margin هذا linear elevation اللي يكون rounded موجود هنا على الطرف يكون rounded وكذلك على هذا الطرف ويكون linear elevation ويكون rounded هذا سيطلق عليه باسم marginal ridge وقلنا كل marginal ridge راح نسميها حسب اللوكيشن مالتهم فإذا كانت واقع بجهة الميجل حنسميها mesial marginal ridge وإذا كانت تقع عند الجهة الدستل ما للتوث ما للأقلوز surface فرح نسميها distal marginal ridge أما بالنسبة الانتيريار teeth فهنا نجايب لكم central incisor من جهة lingual surface وين يقدر نشوف المarginal ridge راح نقدر نشوف عند جهة الميجل وال distal بالنسبة لل lingual surface فشوال راح نسميها راح نسميها حسب اللوكيشن فإذا كانت marginal ridge بجهة الميجل مال السن حنسميها mesial marginal ridge وإذا كانت موجودة عند جهة الدستل مال الانتيريار tooth راح أسميها دستل marginal ridge نجي على نوع ثاني من الرجز اللي يطلق عليه باسم triangular ridge أي elevation يكون على شكل مثلث على شكل مثلث لو نجي نقرأ التعريف فالقول these descend from the tips of the cusps of molars and premolars toward the central part of the occlusal surface شنو معنى هذا الكلام معناته وين أقدر أشوفها أشوفها عند الكسبات كل cusp فمو إن هذي نسميها cusp هذي elevation اللي يشبه التلة نصيح لكسب التريانجل الرج هي جزء من الكسب جزء من الكسب وين أقدر أشوفها أقدر أشوفها بهذه الصيغة أروح على القمة مال التلة مات اللي هي الكسب وأن حضر من عدها على شكل مثلث باتجاه الوسط باتجاه central part of the occlusal surface مال المولر أوكي هذا المثلث اللي تكون عندي راح أطلق عليه باسم triangular ridge triangular ridge أوكي triangular ridge زين they are so named because the slopes of each side of the ridge are inclined to resemble two sides of a triangular لسمينا ها triangular لأن الخطين الدين حضرون من القمة مال الكسب نزول لل central part of the occlusal surface كونت لشكل المثلث they are named after the cusps to which they belong شون راح أسميها حسب الكسب اللي دين حضر من عدها هذا المثلث أوكي فمثلا إذا كان عندي buckled cusp of maxillary first premolar أو ناخذ مثال على الرسم التالي هذا الرسم هو لل first molar lower first molar أو mandibular first molar هذا الكسب اللي دا أشرح عليه يصيح لأ buccal cusp يصيح لأ buccal cusp فش راح أقول هقول إنه هذا المثلث هو triangular ridge of the buccal cusp of the lower or mandibular first molar نجي نجي على النوع الآخر من ridges واللي يطلق عليه ب transverse ridge transverse ridge شنو الفكرة من عنده it is the union of two triangular ridge crossing transversely the surface of a posterior tooth يعني شنو هو اتحاد two triangular ridges يعني شا سوي أول شي أقرب أقول أنا عندي cusp كل cusp شنو عندي triangular ridge لنفترض ناخذ هذه الكسب هذه الكسب قلنا وين triangular ridge مالته قلنا h هذ هي triangular ridge مالته نيجي على هذا الكسب هذا القمة مالته وننزل للأسفل ونكون triangular ridge صار عندي مثلثين إذا أوحد هذه المثلثين راح يجي خط ويقطعهم راح يجي خط ويقطعهم بطريقة transverse 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 يعني هذ بهذا الطريقة أوكي يعني بطريقة عادلة مو مائلة هذه صغولة transverse فهذا اللي تكون عندي هو transverse ridge إذا أشرلكم على هذه الاتحاد مع هذه two triangles راح تقولولي هو transverse ridge transverse ridge حفظ تعريف زين هو union of two triangular ridges crossing transversely the surface of a posterior tooth زين نيجي على oblique ridge بالنسبة لل oblique ridge فمن اسمهم هي ridge هي أيضا elevation ولكن يكون بصيغة oblique oblique يعني مائلة it is a ridge crossing obliquely the occlusal surface of maxillary molars انتبهوا عليه maxillary molars يعني هي فال landmark حنلاحظة فقط بال maxillary molars ولهذا المثال اللي منطيكم إياها هو maxillary molar maxillary first molar it is formed by the union of the triangular ridge of the distal buccal cusp and distal cusp cusp ridge of the mesiolingual cusp again يعني هي union نفس تعريف التransverse ridge كانت أيضا union of two triangular ridges لهنانا الأubliqu ridge تعريفه يشبه من التransverse ridge لعشون الفرق الفرق بالاتجاه التransverse كانت it was a crossing the occlusal surface transversely بس the oblique ridge across the occlusal surface obliquely بطريقة مائلة المثال هنا نمطيكم إياها رح ليجي ناخذ هذا السن اللي هو upper first molar حتى أقدر أطل الأubliqu رج أول شي خلق أشوف الاتجاهات هنا أنا عندي mesial surface هنا أنا عندي distal surface هنا هو elbuckle surface وهنا هو lingual surface مثال obliquery وين أقدر أشوف إذا وحد الت triangular ridge هذه اللي هي مال منو مال disto buckle cusp disto buckle cusp حالصبح لها disto buckle cusp فرح أخذ triangular ridge وأسوي لها union ويال triangular ridge مال منو مال mesial lingual cusp هاي الكasp شي صحول لها هال cusp صحول megeo lingual cusp اللي اللي مكون لي اللي oblique ridge هو distal هو distal triangular ridge مال mesial lingual cusp مع منو مع triangular ridge مال disto buckle cusp فنتيجة التوحيد هذي انططلي انططلي هذا oblique ridge نيجي على landmark مهم آخر واللي هو the fossa fossa منتظمة بالنسبة للfossa مثل ridge لها انواع مختلفة حسب الموقع فرح ناخذ اول ridge ويان هنان واللي هي the lingual fossa من اسمها lingual fossa يعني هي fossa تقع عند lingual surface of anterior teeth located on the lingual surface of anterior teeth مثل هذي الصورة هن اين اقدر اشوف lingual fossa الانخفاض الانخفاض اقدر اشوف اهنان هذا كل انخفاض شنو رح اطلق علي اسم رح اطلق علي اسم the lingual fossa زين نيجي على نوع اخر من الفossa واللي هو central central fossa central fossa it is located on the occlusal surface of molars وين هشوف هشوف ها بال molars تحديدا هشوف ها بال molars تحديدا شنو موجود بيهم الاحظ انه central هذا هو occlusal surface molars tooth center molars tooth اهنان رح الاحظ انه اكو انخفاض بهذا center هذا هيطلق علي باسم central fossa بسبب موقعه زين نيجي على نوع اخر من الفossa واللي هو triangular fossa من اسم يعني هو انخفاض على شكل مثلث وين رح اشوف located on the occlusal surface of molars and premolars اهنان نشوف الموقع central fossa فقط نشوف ها بال molars ولكن triangular fossa نشوف ها بال molars وال premolars وين بالضبط اشوف ها بال molars وال premolars medially or distally to the marginal ridge تذكرون من عرفنا المarginal ridge شنو قلنا هو linear elevation موجود medially und distally بال occlusal surface مال منو مال posterior teeth و medially und distally بالlingual surface مال anterior teeth ماشي هذا كان تعريف المarginal ridge بس بالنسبة لل triangular fossa فراح نشوف ها نستدل بيها مواسطة المarginal ridge انا رح اندل triangular fossa كاتب كاتب هي تقع medially or distally to the marginal ridge تذكرون شو سمينا هاي المarginal ridge سمينا حسب موقعها قلنا نسميها اما medially marginal ridge او distal marginal ridge نجي على هاي triangular ridge رح اسميها هذه العفو triangular fossa اللي هو الانخفاض مثلث الشكل رح اسمي نسبة الى موقعها بما انو هاذ ال triangular fossa تقع شنو تقع distally بالنسبة للم marginal ridge فراح اصيح لها distal distal triangular fossa هاذي حتكون تقع distal للم marginal ridge اما هاذي اذا اقل لكم شنو موقعها اتقل لهم موقعها medial بالنسبة لل distal marginal ridge بينما هنان حتقع distal بالنسبة لل medial بينما medial بالنسبة لل distal marginal ridge هاذي هي الرجل حتين عن هاي الحافة اللي تكون خطية ارتفاع خطي عند الحافة ما لل occlusal surface زين بالنسبة لل landmarks السادس واللي هو sulcus it is a long depression or valley in the surface of a tooth between ridges and اكو انحدار بما انها كلها عبارة عن مرتفعات منها تشبه التلة فالانخفاض مالتها كلهم راح ينخفضون والتقون عند خط معين هذا هذا الانخفاض اللي تكون لي جوه نتيجة ارتفاع التلات المحيطة اللي هي الكاسب الرجز الانخفاض يطلق عليه باسم sulcus وهو انخفاض طولي الشكل طولي الشكل اذا اجي اباعة على هذا الانخفاض من فوق راح اجي اباعة من نانا من الاوكلوز surface شو حاشوف احاشوف هو المفروض هنا يكون مكان السلكس السنتر مال السلكس او الجنكشن او منطقة التقاطع هذه الانحدارات هذه الانحدارات يعني هنا من الكصف انحدرت بهذا الاتجاه وهذه الكصف انحدرت بهذا الاتجاه وهذي وهذي وكذلك المارجنال رجز وين ديلتقون ديلتقون الكو جنكشن اللي هو developmental groove بالوسط هذا الخط اللي بالوسط اللي يمثل اعمق اعمق منطقة بهذا الوادي يصبح لdevelopmental groove المهم هذا ال groove بوقع اكوفد shallow اكوفد اكوفد انحدار اكوفد انخفاظ يكون طولي الشكل يصبح له سلكس سلكس طولي الشكل امش هاي long depression or valley الوادي احنا نعرف انه الجبال العالية او التلات المنطقة المنخفضة اللي تكون تحتها يصبحوه لها وادي فالوادي هنا بالسن بما انه اعتبرت الكسبات هي جبال وتلول فالمنطقة المنخفضة من الاوكلوز سيفس رح يطلق عليها باسم سلكس ويكون long يكون long طويل هذا السلكس او depression يكون طويل الشكل زي نيجي على developmental groove it is a shallow groove or line between the primary parts of the crown or root مرات اكو roots خصوصا بالاكترات الجاية رح نشوف انه اكو بعض الroot مع بعض الاسنان تحتوي على developmental groove شنو هو developmental groove هو shallow groove or line مثل الخط خط خط يعني مثل الانخفاض على الخط يصير لهم يكون خط رفيع زين هو يمثلني groove خط يكون shallow shallow مودي يكون shallow وين موقع هذا الخطوط وين موقع هذا الخط developmental هو الgroup الاساسي هنكتب عليه الاساسي حتى ما نخربط ما بينه وما بين supplemental نكتب فوق الdevelopmental الاساسي شنو يعني الاساسي يعني هو الخط الفاصل ما بين الكصبات الاساسية يعني منل احنا هنن احنا هنن احنا شعردنا مو لقدنا هنن هنن عدنا كصب اساسي وين وين ання كصب وين نا كصب وين كصب وين كصب هنطلق عليها باسم developmental groove developmental groove نجد نعيد التعريف نقول هو shallow groove shallow groove or line between the primary parts of the crown شن يعني يقصد هنا بال primary parts يقصد الجزء الأساسي من الكراون من هو الجزء primary parts بالكراون؟ فالخط يفصل ما بين primary parts of the crown بين قوسين الكاسب بين قوسين هنا نكتب كاسب من هو يتمثل؟ يتمثل بالdevelopmental groove هذا developmental groove نوجد على supplemental groove نفس الفكرة هو أيضا line ولكنه supplemental يعني هو غير أساسي نكتب فوقا هو غير أساسي وإنما إضافي نكتب عليه إضافي إضافي غير أساسي زين هذا الإضافة supplemental groove less less distinct shallow linear depression on the surface on the surface of a tooth يعني هو خط أيضا إن شاء الله لكنه أقل تمييزا أقل بروزا but is supplemental 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 to the developmental يعني هو مو مميز وحاد ومهم بجد developmental هو مجرد يضفي إضافي للdevelopmental does not mark the junction of the primary parts ما يحدد ما يفصل بين الأجزاء الأساسية بالكران اللي هي الكسبات لا يفصل بين الكسبات لا يفصل بين الكسبات مجرد خطوط موجودة بشكل عشوائي إضافي على الأوكلوز surface نأشر هنا باللون الأحمر نشوفو هنا أكويتي less distinct shallow linear grooves موجودة بشكل عشوائي بالأوكلوز surface هذا يطلق عليها باسم supplemental فهي تضفي لإلم تضفي لل primary أو تضفي لل developmental ولكنها أقل تميزا وتكون لا تقسم يعني ما تقسم إنه بين الأجزاء الأساسية اللي هي الكسبات ما تقسم للكسبات إلى buckled cusp و lingual cusp مثل مجرد موجودة وها هي ما تقسم لي ال landmarks مجرد موجودة بشكل طفيف على الأوكلوز surface نيجي على ال pits ال pits هي نقطة هي point هي pinpoint pinpoint يعني نقطة كلش كلش ناعمة مثل شون نقول راس الدنبوس نقطة مثل راس الدنبوس نهاية الدنبوس هي small pinpoint هيا أول شي نعرف depression located at the junction of developmental grooves or at the terminals of those grooves يعني شنو؟ يعني إحنا قبل شويش درسنا درسنا إنه أكو grooves developmental grooves تفصل ما بين الكسبات لو نجي اللاحظ لو نجي اللاحظ لو نجي اللاحظ إنه هذه الخطوط جدي صر بها جاي تتجمع بنقاط معينة لتتجمع بنقاط معينة نقاط التقاطع نقاط التقاطع اللي تتتقاطع بها هاي developmental grooves زيان هي يصيحولها pit هي منطقة منخفضة هي أعمق نقطة بال faucet تذكرون من قلنا هنانا اكو اكو هنانا triangular faucet وهنانا قلنا اكو central faucet وهنا همين اكو triangular faucet بهذه الفوسة لهذا الانخفاض هايكم cavity هذا التجويف اكو به نقطة عميقة جدا نقطة صغيرة جدا مثل راس الدمبوز هالي راح نطلق عليها باسم pit اسم pit اوكي زيان وبما انه هي موجودة ب depressions معينة موجودة بفوسات معينة فلح نطلق اسم لكل pit فاذا كانت هالي pit موجودة بال center يعني بال central faucet راح نطلق عليها باسم central pit is a term used to describe a landmark in the central faucet of molars where developmental grooves join واضح اما بالنسبة لل الماملون 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 هي ايضا elevation او مروز او ارتفاع بال enamel نقدر نشوفها بالcrown it is any أو anyone of the three rounded protuberances found on the incisal ridge of newly erupted incisal teeth هاي الماملون وان ينشوفها ينشوفها في اسنان اللي تكون newly erupted يعني هستا وها ظاهرة اللاحة واسنان الاطفال من هستا هم يبدي عندهم eruption of teeth incisal edge مالتهم تكون بيها مثل الزكزقة تكون بيها مثل الزكزقة الحافة تكون مزكزقة بهذا الشكل مزكزقة بهذا الشكل كأنه اكو ثري protuberances اكو بروز دائر الشكل عدده ثلاثة بال incisal edge هذه الزكزقة هذه نطلق عليها باسم ماملونز ماملونز كل واحدة من هذه البروزات نطلق عليها اسم ماملون ماملون هذا ماملون هذا ماملون هذا ماملون وهذا ماملون ونفس الشنا ماملون 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 اوكي of newly erupted incisors teeth incisors نشوفها وين بال incisors تحديدا اذا اذا قلنا اللوكيشن ماملون شو نقول نشوفها بال incisal ridge مال newly erupted incisors teeth newly erupted incisors teeth طبعا هذه الماملون بمرور الوقت تبدي 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 تختفي تبدي تختفي وتصير عدلة ليش سبب عملية المضغ تبدي تحتك وتصير عدلة ولهذا الكبار بالسن عادة central incisor مالتهم يكون شنو يكون عدل منان عدل بسبب عملية المضغ نجي على اللوب شنو اللوب اللوب يعني لوب او فصل فص يعني فص يعني فص يعني فص ليش نعرف هش نقول it is one of the primary sections of formation in the development of the crown يشمل الكسب والماملون are representative of lobs are representative of lobs يعني شنو يعني إذا قلت نطيني مثال على اللوبز تقولون كسب وتقولون ماملون اللي هي اثنينات هن هي elevation elevation اللي هو شنو ارتفاعات موجودة علي على الكراون ارتفاع موجود على الكراون يطلق عليها ب اللوب يكبر عن primary section يعني هي مناطق أساسية أساسية التكوين بـ development of the crown بعملية تطور الكراون عملية تكون الكراون أكو أجزاء أساسية تتمثل بالكسب والماملونز هذين اثنين يطلق عليها باسم لوب لوب ولهنانه يكون انتهي اللكتر إن شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم وذا عدكم أي استفسار أي شيء مواضح تقدرون ترتلون السؤال وإن شاء الله أقدر أجاوبكم شكراً شكراً